صلاة وزي الحقيقة أفتكر السنة اللي فاتت في آخر السنة عملنا حلقة في البيت الكبير وكانت على الجانب الآخر من الستوديو وكانت مع كابت الخالد العوضي الحقيقة وكانت حلقة للتاريخ حلقة تاريخية كانت احتفالاً بإنجازات ألعاب الصلاة السنة اللي فاتت كلها خدنا عدد كبير جداً جداً من البطولات الحمد لله ربنا كرمنا وكان عندنا هنا الكاسات كلها موجودة على أو داخل قناة النادي الأهلي وعملنا حلقة كانت للتاريخ ناس كتير اتكلمت على هذه الحلقة ولكن ان شاء الله السنة دي كمان نقدر نحقق هذه الانجازات ونواصل تحطيم الأرقام القياسية وزي ما قال كابت الخطيب الحقيقة دايماً كابت الخطيب أنا بقول هذه الكلمة ليه لأنه كلمة دي مستمرة معانا دائماً سواء من الكابت الخطيب من قبله كمان كابتن حسن من قبله الله يرحمه كابتن صالح سليم وبالتالي وكل الرؤساء التاريخيين للنادي الأهلي الحقيقة من أول 1907 وحتى الآن ولكن اللي جاي أصعب دايماً هذه الكلمة بتكون هي نبراس لنا كلنا أو لكل لعبت النادي الأهلي أو لكل من ينتمي للنادي الأهلي لعبت النادي الأهلي قادرة على تحقيق كل البطولات الأهلي على موعد الحقيقة انطلقت منذ قليل أو حدث مهم انطلق منذ قليل بطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال اللي بيستضفها النادي الأهلي خلال الفترة من 12 ل24 إبريل الجاري على صالة الأمير عبدالله الفصل وصالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة النهاردة زي ما حضراتكم شفته قيم حفل الافتتاح وخاض النادي الأهلي أولى مبارياته أمام جرين تيم الكنغولي وفاز بيها ندل أهلي بثلاث أشواط مقابل لشيء مراسم الاحتفال كان متواجد فيها دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والأستاذ عدنان عبدالله نائب رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة مهندس سياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة مع انطلاق البطولة اللجنة العليا كانت حريصة برئاسة الأستاذ محمد الضماطي عدو مجلس إدارة النادي الأهلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بهذه البطولة وتسكين الفرق المشاركة وكافة الأمور الخاصة بالإقامات والانتقالات الحقيقة مجهود كبير جدا جدا وأكثر من رائع لكل مسؤولي لجنة العليا المنظمة لهذه البطولة وأنا متأكد الحقيقة قبل ما تبدأ هذه البطولة أو قبل ما تنتهي كمان إنه إحنا حيكون تنظيمنا تنظيم رائع ويليق باسم النادي الأهلي كل التوفيق لرجالة الأهلي في الكرة الطائرة وقرأة البطولة زي ما حضراتكم عارفين أعلنت أو أصفرت عن تواجد النادي الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق الأسمنت الأثيوبي والعدالة الكينية وجرين تيم الكنغولي والفتحة المغربي إن شاء الله البطولة دي زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة كانت هذه هي البداية وسوف نزيع لحضراتكم يعني كل المباراة تقريبا على الهواء مباشرة كل مباراة النادي الأهلي طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي كل التوفيق للنادي الأهلي في حصد هذه البطولة وإن شاء الله تكون بطولة مهمة جدا 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 في إطار الدعم الكبير اللي بيعمله مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة السابقة فيما يخص كل ألعاب الصلاة الحقيقة ربنا يكملها على خير ونقدر نفوز بعد فوزنا بالدوري والكأس والسوبر سواء رجال أو سيدات إن شاء الله ربنا يكرمنا بالبطولة الأفريقية شكرا